واول سؤال وصلنا بيقول لو ان فيه شخص اذاني نفسية جدا جدا كده بالمادي كده عشان اعرف ان هو جدا كده يعني اهني وشتمني وجرحني جدا الشخص ده انا بحسبن عليه دايما وبقول يا ربي تقالوا كل كلمة زي ما قال لي من اقرب الناس لي ويتردلوا اللي عملوا فيا دنيا واخرة وانا مش مسمحا لا حاوله ولا قوة الا بالله لانه اذاني وكسر بخطري اوي هل انا غلطانة او عليها ذنب اندي بقول كده للأسف الشخص ده ابن ابويا بس ولا كاني اخته ومن دمه وانا مش مسمحا انا شايف ان الزكاء في التعامل مع ده وخاصة ان احنا داخلين على رمضان الزكاء في التعامل مع ده ان انت اذا كنت مظلومة فانت ليكي دعوة مستجابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للظالم واتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب انت وبتدعي جده انت بتسأليني هل ده من حقي هل انا اكون ظالمة لو دعيت على اللي ظلمني الجواب لا لكن ده مش هو ده احسن حاجة مش احسن تصرف لما تظلم ان انت تدعي على اللي ظلمك احسن تصرف لما تظلم ان انت تدعي لنفسك لان انت لو دعيت على اللي ظلمك انت بتجدد في كتيب من الاحيين ماذا احزانك واوجاعك واحد يقول لي طبا انا بفرج عن نفس ان انا ادعي على اللي ظلمني هو مين قال ان انت ساعتها بتفرج عن نفسك انت كده بتزود اوجاعك وبتزود احزانك الزكاء واستثمار الهبة الربانية هو يقتضي ان انت تدعي لنفسك تقول اللهم ان فلان قد ظلمني فاسألك يا مولانا بكبرك لخاطري ان تجبر خاطري وان تحقق لي امنيتي وان تحقق لي رجائي يا سلام وتسمى الرجاء ده فربنا يجبر بخاطرك ويعطيك عطاء من لا يخشى الفاق ويطيب خطرك بانه هو سبحانه وتعالى استمع لرجائك واستجب لك لانك في الحقيقة انت في ماذا في من قال عنهم مولانا انا عند المنكسرة قلوبهم خلاص توكل على الله ويدعي لنفسك فانت سألتيني اللي بعمله ده حرام لا مش حرام بس الافضل منه ايه لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فالمظلوم اذا دعى على الشخص اللي ظلمه قالت اكاس وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم دعى شهرا على رعل وذكوان يبقى اذا لا يجوز الانسان يعد على اللي ظلمه ولكن اذا اردت الاحسن والافضل استثمر الفرصة ايه في ان تدعو لماذا ان تدعو لنفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما لا عين الرأة ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر